يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فعليات مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر والتي أعلن عن انطلاقها أو أعلن عن انطلاقها أمس في 16 محافظة يأتي ذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتشمل تلك الفعليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وقبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف كان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فونيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة